سيد الرئيس المحترم، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة النواب يشرفني في البداية باسم فريق التقدم والاشتراكية أن أعبر عن التنويه بالأدوار المتعددة للمجلس الأعلى للحسابات كما نعتز بتطور مصارنا الوطني في التعاطم مع إشكالات التدبير العمومي والتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمسائلة وتدعيم نموذجنا المغربي في مجال الرقابة على المال العام وحماية مبادئ الحكامة الجيدة وهي قضايا نتتقاطع مع طموحنا نحو توطيد مصارنا الديمقراطي الوطني وتأمين ملسلزمات دولة الحق والقانون في كافة المجالات لكن لا زال ينتظرنا الكثير من أجل ارتقاء بنجاعة وأخلاقيات وحكامة كافة الهيئات العمومية لكي يكون لأدائها الأثر الإيجابي على مستوعيش المواطنات والمواطنين وعلى التنمية وهي فرصة نجدد فيها تثميننا لعالي لمضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله بمناسبة الدكرى الستين لقيام أول برلمان منتخب في بلادنا ونؤكد على أهمية الهيئات المنتخبة وعلى الأدوار الأساسية التي اطلع بها البرلمان في إطار التعددية السياسية على مستوى الإصلاحات إلى أن تفرد بممارسة سلطة التشريع في كنف الاختيار الديمقراطي الذي أقره دستور 2011 ضمن الثوابت الجامعة للأمة المغربية إن المرحلة فعلا تقتضي الرفع من جودة النخب وتخليق حياة المؤسسات المنتخبة ولذلك فالأمر يستدعي إصلاح المشهد السياسي تشريعا وتنظيما وممارسة وتنقية المنظومة الانتخابية وتطهير هذا الفضاء من الممارسات المشينة والفاسدة وعلى كافة أحزابنا الوطنية أن تكون عند هذا الموعد الهام كما على الحكومة أن تشرع في هذا الإصلاح منذ الآن دون انتظار حلول مناسبة الانتخاب ونؤكد على أن الاستناد الفعلي والقوي إلى هذه المقاربة هو الذي من شأنه الرقي بالتجربة الديمقراطية الوطنية واستعادة الثقة والمصداقية في العمل السياسي والمؤسساتي وإحداث المصالح بين المواطنات والمواطنين مع تدبير الشأن العام وتجويد آداء الهيئات المنتخبة من خلال إفراز أفضل الطاقات والكفاءات الوطنية في نفس الوقت نؤكد على أن مكافحة الفساد وما استلزمه من منظومة شاملة لتخليق الحياة العامة هي قضية محورية تهم كافة مناحي الحياة في بلادنا علماً أن الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين وليس حكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة كما قد يوحي بذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات حيث يتعين وضع مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديمقراطية والممارسات الفضلة وليس ضمن منظور سلبي يزرع مزيداً من التوجس ويفقد المواطن ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات في هذا السياق سيكون من المفيد لتجربة الديمقراطية الوطنية ولمنسوب الثقة في المؤسسات تصريط الضوء أيضاً من طرف المجلس الأعلى للحسابات على التجارب الناجحة حتى تكون نموذجاً ومرجعاً إيجابياً لكافة المدبرين العموميين وحتى نعطي الصورة الحقيقية والمتوازنة عن التسيير الشأن العمومي لا شك في أن السياق الذي نناقش فيه هذا العرض هو سياق صعب بالنظر إلى تقلبات الدولية الحادة وبالنظر إلى حالة الجفاف ببلادنا لكننا نعتقد أن الصعوبات يجب أن تكون فرصة لإجراء الإصلاحات الضرورية في كافة المجالات لا سيما باستحضار الاستحقاقات والتحديات التي تنتظر بلادنا نعم بإمكان بلادنا أن تنجح بفضل مقوماتنا الوطنية الهائلة التي تؤهلنا دوماً لامتلاك سيفات التفرض الإيجاب والصمود والطموح والدليل هو طريقة تعامل بلادنا مع زلزال الحوز وتداعياته بتوجيهات ملكية سامية وقوية من جانب آخر فالاستقراء المتمع لتقرير المجلس الأعلى للحسابات يجعلنا نضل بالملاحظات المختصرة التالية أولاً ضرورة اتخاذ الحكومة لما يلزم من إجراءات من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمغاربة وهي مناسبة نؤكد فيها على الدول الاستثماري والاستراتيجي والموجه للدولة وللقطاع العمومي إلى جانب قطاع خصوص مكمل ومسؤول ومواطن وذلك كله وفق قواعد الحكامة والنجاعة والمرضودية ثانياً سمود اقتصادنا وماليتنا العمومية يتعين على الحكومة تعزيزه من خلال التوفيق الخلاق بين التوازنات المالية والتوازنات الاجتماعية لا سيما وأن بلادنا أطلقت ورشة عميم الحماية الاجتماعية مع ما يتطلبه ذلك من ضمان للاستدامة والحكامة كما يتطلب الوضع اليقظى الكبيرة إزاء الديون وخاصة منها الخارجية ثالثاً على الحكومة أن تبادر لإصلاح منظومة التقاعد بما يحفظه حقوق متقاعد اليوم والمستقبل دون المساس بالقدرة الشرائية وبدخل الأجراء رابعاً بالنسبة لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية نسجل سلباً للأسف أن نسبة استخلاص الاشتراكات لا تزال ضعيفة مما يعني أن النظام قد يهدده خطر العز ويفرض ذلك على الحكومة الحرص على توازن واستدامة نظام التأمين الإجباري عن المرض بالموازات مع تحسين وتوسيع الخدمات الصحية وضمان الإنصاف المجالي خامساً فيما يتعلق بالاستثمار على الحكومة تسريع اعتماد استراتيجية وطنية الاستثمار وإخراج كافة أنظمة الدام وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة مع تحسين الحقيق لمناق الأعمال سادساً الحكومة ليس لها رؤية واضحة إلى حد الآن بخصوص إصلاح كطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وهو ما يتطلب الإصراع باعتماد التوجهات الاستراتيجية لسياسة المساهماتية للدولة سابعاً لقد آن الأوان لكي تحرك الحكومة من أجل التنفيذ الشامل لقانون الإطار حول الإصلاح الضريبي في اتجاه الإنصاف وتوسيع الوئاء وتقييم الدور بالانتيازات الضريبية وإصلاح الضريب على الدقل في اتجاه تخفيف العب عن الأجراء ثامناً بالنظر إلى الجفاف البنيوي الذي نعاني منه فإنه يتعين مراجعة حكامة واتقائية الأطراف المتدخلة من أجل تدبير هذه المرحلة الصعبة مع توسيع انفتاع على الموارد المائية غير التقليدية والتركيز على التدابير التي تتوجه إلى كبار مستعمل المياه وخاصة مراجعة توسيع سقي زراعات ليست من أولويات استهلاك المغاربة ساسعاً بالنسبة للتحول الرقمي فإن الفجوة الرقمية تشكل تحدياً حقيقياً مما يقتضي استراتيجية أكثر إحكاماً وقابلة للتطبيق مع الحرص على توفير كل الشروط لحماية الحقوق والمعطيات الشخصية للمواطن سيد الرئيس المحترم هذه بعض من ملاحظاتنا فقط تفاعلاً مع ما سجله تقرير المجلس والذي تظل توصياتهم محدودة التنفيذ الكل للأسف الشديد وهي مناسبة لكي نجدد تأكيدنا على أهمية المعايير شكراً سيدة نائبة انتهى التوقيت شكراً اشتركوا في القناة